نشان عفور الله رجل نشان عفور نشان عفور صحابي حر نشان عفور صحابي حر نشان عفور صحابي حر السلام عليكم ورحمة الله أزول في اللوي البارح لما تكلمت على الصيدة اللي لعسلاوي اللي عينوها في المحكمة الدستورية فيه ناس مست مشاعرهم وتذكروا المأساة اللي تسبت فيها هاد المرأة اللي تعتبر من أزلام العصابة من عامد قيوس من بكري وهي مع العصابة ففيه ناس اللي كانت مستهم هاد المرأة هذي بعثوا لي ويذكروا بأنها كانت جوجة كما يقولوا عنا كانت جوجة كانت قاضية في سنوات السبعين في نهاية السبعين سبع سنوات السبعين بعثت للحبس زوج أبرياء زوج شبان أبرياء من البيار جسكن في حي الأبيار تهمتهم بمقتل الفنان المنامنمات محمد راسم وزوجته زوجته لها من أصر سويدي وتم اغتيالهم في الفيلا اللي يشكنوا فيها في البيار في سنة خبسة وسبعين هذا اللي العسلوي يحكموا تعريهم بالحبس وما تم إطلاق صراحهم إلا بعد عشر سنين بعد ما تبين أنهم أبرياء ما كان حتى شيء يدل على أنهم مجرمين وفي الحكاية كامل هو أنه لما خرجوا بعد عشر سنين حبس هي ما تعاقبتش طبعا ما تعاقبتش أنها ترميزوا جزائريين ذو الشبان ترميزوا حبس عشر سنين يروحوا من عمرهم لا أكتر من هذا ما تم منهم حتى تعويض ما اخذوا حتى تعويض و فيه صحفي كان يخدم في يومية الوبينيون اللي كانت تخر في الزاهر وعرفها من لي هذا يوم وساعدت فيها يتذكر باللي جاءوا الناس بالوثائق تحهم تسمعك يطلبوا بالتعبير ويكشفوا بالوثائق أنه هذا اللي اليوم راي عجوزها وراه لا تقفف بمزال تتكروشي سمعت باللي راي ظلمتهم في محاكمة لكيدات فيد فيت محاكمة فيد فيت ما نعرف ما نعرف أن هذه المرأة هذه عندها ضمير يأنبها وإذا نسيت زو الشباب زو الشباب لا يقدرون ينسوه لأنه عشر سنين رحت من حياتهم أنها غدالت زو الشباب من عشر سنين كانت قاتلتهم قاتلتهم منذ عشر سنين ظلمتهم ظلم كبير لهذا لما يتكلم ما يقدرش يتكلم ببرودة ببرودة الدم هذا نور مرقل حكمت على وعزوج وغلطت فيهم ما غلطتش قدمت عمدة لأنه هذه المرأة قاسية قاسية مع المجتمع ما نشعرف عندها عقدة من المجتمع ولا ما نشعرف عليها هذا الشي اللي يخليها أنها دائما تتملق وتخدم للعصابة هذه اللي حقت أنها آه يدرك نزيد دولار جابت واحد يقرب لها في نهاية سنوات الثمانيين جابته يخدم مشت شافت جنرال لك حل عيات الله يرحم وقالت دخلي هذا السهل كان كوماندون في الدارك ينظن خوها على حساب ما أنا أخوها ولي المهم يقرب لها جابت لك كنت ذاك الوقت في الكابينت جنرال لك هل ما يش نحكي حكيات أحكيوها لي هنفهم وش يحكيوها لي جاسيوها جاسيوها بدون كنوالو كنوالو شبعنا عليه ضحك كنا نقبرو به كما يقول لك كنا نقعدو به فكلا نحكي وش كنا نديرو له بش نضحكو نعلم ولا كنا في هذه اللقات علومة كان فيها اللقات علومة التي عن مغاربي وكان معنا في لوراسي كان يخدم وكان الناس كانت تتقعد به وفي الأخر تم ترد من تقارب جنرال لك حل لأن حكموه الجنود وصف ضباط وقدامنا صابوه خابط ميت خابط ميت على الخمسة على السباح لا رو به تقارير بس كي نوع ما ده به تقارير اطلع عند جنرال لك حل كونفوكا هو عرف ها الماش جا عندي قلي لو كان جي تشهد معايا عند جنرال قلوه بلي كنت نعايب للي ما كنت نخبط روح نقدر ديرا كنت قلت له يعرف جنرال ما نستعاد شي هذا هذا يقوله ونجد نقعد معك وشبيك كنت مهبول في عقلك روح شوف واحد اخر ما يشهد عليك يقول بلي ما كنت خابط لما كنت كده بلي انت تسكر برك هذا دونتر دونتر أعرابك أن يدخل يوتنا هي قالت لنا باقي يدخل كابيتان قالت باقي يدخل كابيتان وين في مصلحة الإعلام ومانيش عارف كيف حتاجاتها على الفوزي الله يرحمه ولسقط فيه التهمة وراح السيد قاعد في عام من نصف العامين وهو مبعد قالت باقي يدخل كابيتان تثبت هي في الفوزي الله يرحمه في الميزاليكار على أجل ولدها لأن الفوزي ولا يدخل الجهاز الأمن كورونا الفوزي كانت في الصحافة وكانت نحكي على شيء أحصل بما يكون الفوزي حاكم الصحافة كان ذاك الوقت في في سنوات الثمانين نهاية سنوات الثمانين ايه شغلت دار دارت بيه الاخر وشغلت عم باش يديروا لها برايها بأنها هدية عندها خيط خيطها طوال مع النظار والتوفيق وغدا ومنهم اللي يدخلوا عليها كما تقسروا همام هذو اللي عينوها في المحكمة الدستورية نهاية وشغلت كيف وكما تقسروا لها وكما تقسروا لها وكما تقسروا لها تاريخها العافين وما تكلمس على نهاية لتعينة وزيرة شنب والرياضة وشدارت وزيرة كانت تجيل عشرات الصباح يضعون لها وراجلها ووليدها تمت ومن بعد ينفذونها لخطاية الجورج يحضروا لهم عزمة اجتماع وما كانوا لهم لا كانوا لهم ومن بعد تقسروا لها السياس هذه تقسروا لها تقسروا لها جزائر الجديدة الشمطة تقسروا لها جزائر الجديدة سوف تقسروا لكم تقسروا لكم في الشعب رب يقدر الخير بلادنا وربي بادعا يا أولاد الحرام السلام عليكم ورحمة الله فروا نعم 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 تقسم شكرا